ما هي اللاصالات؟ سيحلوه في 20 يونيو في الصح او لا حتى الوحد جوية انا اخوتي بالنسبة لي سوول دو حمال اللاصال يابل سيحلوه حتى الوحد جوية يعني الواحد في شهر سبعة سيحلوه ليصان اخوتي يعني ما نشعره ما سيحلوه في 20 انا سوولت مول اللاصال وقال لي سيحلوه حتى الوحد جوية خرجت للملكية بيدة قرارات مهم بغيت نشارك معكم هذه القرارات اليوم وبغيتكم تكونوا تعرفينها يعني قبل ما يمشي اللاصال يكون عارف هذه القرارات وهذه حاجة زينا خرجتها الجامعة لنا يعني ما تنسح الشباب بش يتأخذوا هذه الاجراءات قبل ما يمشي اللاصال مهم قد نقرأ عليكم هذه الاجراءات وخليكم معايا وان شاء الله سوف تفهموا شيء والحاجة اللي لم تفهمتوها سوف تفهموها في كومنتر ونفهمها لكم كاملة ان شاء الله اخوتي وراك وتماء وقوموا معايا اول قرار قل لك سيدي ضرورة التزام الجمعيات بتوزيع جداول التدريب للرياضيين على مطار اليوم مع تقليص عدد المشاركين حسب المساحة الخاصة بالتدريب يعني الجمعيات ملا اصال يعني سيحاول إذا جدوا التدريب للرياضيين كل واحد عنده وقيت انتهاء يعني ما تشي بقى الندم يجي عشوائيا فوقاش مرغة كل واحد غدي يكون عنده وقيت انتهاء وفوقاش غدي يبقى يتدر والاصال ما تشي بقى يهز 100% دياله ويبقى يهز 50% من الحجم انتهاء ثاني قرار ان ضرورة التزام القاعات بتوفير قياس الحرارة في مدخل القاع الرياضية واتفعيله يعني غدي يكون اوبري جعلهم والاصال يكون عنده ذلك الميزان متع قياس الحرارة بش يدروا البنادم اي واحد غدي يجي داخل غدي يقص له الحرارة كانت عنده فوق خبسة وثلاثين ولا أسبعة وثلاثين مهم لكن قياس الموحددة يكون عندهم إذا كان فايتو ما غدش يكون مسموح له بش يدخل اللاصال يتريني ثالث قرار عندنا درورة التزام القاعات بإلصاق علامات تشوير والملصاقات الخاصة بالتوعية والتحسيس يعني غدي يكون واحدة الملصاقات في الاصال انت عباش غدي يواعي وبنادم رابع قرار ان ضرورة التزام القاعات الرياضية بتطهير وتعقيم اماكن التدريب والالات الرياضية باستمرار وهذا الشيء كنا تحدثنا عليه في الفيديو اللي قبل هذا كنت قلت لكم باللي ضروري قبل جعلهم اللاصال خسي يكون تعقيم على ذو كريزة باراي اللي غدي يكون عليهم بزافة بحل الباراي بحل الكورسين البنشبين مثل الماشينة على الظهار او مهمة اللي زبارة على الرجلين يكون عليهم الضغط بزافة يكون عليهم الاقتضاد يعني اوبلجي عليهم خصوم يعقموهم كل ساعة او كل ما من يدخل او كل ما من يدخل شيفوش بحلها كخصوم اوبلجي عليهم بش يكون تعقيم خامس قرار ان التزام القاعات بتوفير المعقيمات المعتمدة من طرف الوزارة الصحة في مدخل القاعة وداخل قاعة التدريب والوقوف على استعمالها من حين لاخر يعني سيكون اوبلجي عليهم تمامات والمعقيمات باش اللي يدخل اللاصال يغسل الديه يطهارهم وعننا قرار السادس قال لك التزام القاعات بفرض ارتداء الكمامات الاجبارية من قبل المتدربين يعني اوبلجي عليك سيكون داري الكمامة هذا الشيء سيكون شوية ولكن ضروري بنادمي صبر اخوتي اللي بغي يتريني وعنده العزيمة باش يتريني خصوه يصبر هذه القوانين رخصنا الحمد لله كي حلمنا الانصال وان شاء الله قاعدوا تزموا بها القرارات وقرار السابع سيكون ضرورة التزام القاعات بتعقيم الممارسين والمؤطرين قبل الشروع في الحصة الرياضية وبعد انتهائها يعني الناس اللي خدمت اللاصال يكون اوبلجي عليهم قبل ما يدخلوا اللاصال يتعقموا ويعقموا روحهم ويعقموا اللاصال ينقيوه وقبل ما يتاني يروحوا ويكملوا بتدريب انداحهم ويتدربوا بالناس هذا القرار السابع ويخصدوك الناس اللي خدمتهم في الحصة يعني اوبلجي عليهم يديروا هذا القرار هذا الثامن قرار ضرورة التزام القاعات بغلق مستودع الملابس وتحويله الى غرفة يعزل خاصة باللاعبين الذين ظهرت عليهم علامات كوفيد-19 يعني يكون اوبلجي على بنادم يجي لابس كسوتهم ومدار مدار 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 يخليوه لك الناس اللي ظهرت عليهم منذ العلامات كوفيد-19 يجدهم في المحتاج والناس يهزوهم قرار التاسع ضرورة التزام القاعات بحسن استقبال وإمداد المعلومات اللازمة للجنة المحلية التي عينتها الجامعة كمسؤولة عن مراقبة احترام القاعات الرياضية لإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19 يعني ملاصال ولا الناس اللي خدم من فلاصال كما منجع نمشي الجنة محلية تكون معيانة من طرف الجامعة يعني غادي مدهم بلوك البيل لهم باللي كيدير ذوك الإجراءات اللازمة والويقائية ضد كوفيد-19 يعني ره ملتازم مئة في المئة هذه تكون جميعيات مراقبة يعني كتراقبة يعني الهيصال وش رههم كيديروا هذه الإجراءات سيكون نظن باللي بالعلى والله صلى الله عليه وسلم يخليه شي يفتح القرار العاشر عندنا ضرورة التزام القاعات بإنشاء قائمة حضور للرياضيين فيما يتعلق بالجداول وأيام التداريب وأسماء المجموعات التي احتضنتها القاعة في نفس الزمن يعني غادي يكون أبليج إعلم والله صال يعني أي واحد هذا القرار هضرنا عليه يعني غادي يكون بنادم يتريني بالليست يعني ماشي قد تريني أشوائي يعني تكون تمشي مع واحدة المجموعة يعني تقل تريني معاديك المجموعة ماتش تقل تريني مجموعة المجموعة سواء تبادلت أن تتوشي واحد أو مثل هك قرار الحاضش يعني ضرورة التزام القاعات بإحترام مسافة 1.5 متر يعني مات ونص على الأقل بين كل شخصات القارار كنت هضرت عليه يعني راه متطبق في قاعد الدول هذا يعني تكون بين إنتائي وذك اللي يتريني إحداك تكون بناتكم واحدة المات ونص يعني تل أمان بناتكم القرار رقم 12 يعني ضرورة التزام القاعات بتوفير 4 متر مربع على الأقل لكل ممارس بداخلها هذا القرار شوية واعر يعني غدي يكون أبليجي على ملاصال يوفر بعمل على الأقل كل ممارس بداخلها قرار رقم 13 يعني ضرورة التزام القاعات بالوقوف إنتاء أو أنت اللي تشوف فيها يعني الناس اللي تتريني فلاصال ويجعلك أخوية قد تطبيق متى وقايت هنا يعني هذا التطبيق اللي يدارت وزارة يعني باش يكشف الناس اللي مريضة يعني ويجعلك أخوية قد يدارتك تطبيق عندك في التليفون إلا ما كانت هذه التطبيق لا تدخل تتريني فلاصال قرار رقم 14 ضرورة التزام القاعات بعدم السماح بولوج الرياضيين المصابين بالأمراض المزمينة كالربو ومرض السكري وأمراض القلب والشرايين يعني الناس اللي مريضة بهذه الأمراض المزمينة مثل السكور القلب مثل هكا ولا يكون فيكتال برد يعني يعني ما تشيخ لكم الله صالتريني أخوتي في هذه الأزمة اللي كانت يعني هذا الشراع مؤقت يعني ليس مؤكد على دائم ولكن إن شاء الله ربي أفعلنا هذا المرض ونشافي كل المريض إن شاء الله مهم القرار رقم 15 ضرورة التزام القاعات بتوفير التهوية الكافية بداخلها وذلك بفتح النوافد والأبواب يعني العصال يكون فيه المكيفات والذي يكون يفتح النوافد والأبواب بش يعني يدخله يخرج الهواء بش يعني يعني يكون نفسي تكون قياف العصال القرار رقم 16 ضرورة التزام القاعات بالإبلاغ عن أي حالة مشبوهة إلى لجان الخدمات الصحية كيفية 19 يعني من الله صاد كل ماما يتلقى شي واحد حالة كافية المرض لا يسترون الله سيصنع لهم يأتي و يدعوها يعني سيقوموا تغيير الملابس ثم سيحتاج زوح تأتي وانبيان وصول ويدعوها إن شاء الله وإن شاء الله يحفظ كل واحد إن شاء الله إن شاء الله لقد تكون عالق هكذا بغيت نشارك معكم هذه القرارات للناس الذين لا يعرفتها نتمنى ادركوا هذه القرارات أتمنى تطبقوها كان هذا هو الفيديو نتعاني اليوم نتمنى إن شاء الله يعجبكم أخي نتمنى أن تتبخلوا بإمكانكم لا تفهموا أي شيئا لا يريد بأكدا ما يريدوا لا تتنشاف أعطينا في المشاهدة إلا يتلقوا الإنستغرام و ألا أعطي تساق بابال يكمل الفيديو والخلاس الذي يريد أن يكمل الفيديو سوف يكملون مع كفران بها و أراهيك احبوا لا تفعلوا أحل النار و لا تفعلوا شاية و اكملوا مع الجسد و اناك